موسيقى أذهب إلى دكتور حاسم راتب الحقيقة الدولة دلوقتي في الوقت اللي بترتفع فيه أزيز الطائرات والمدافع اللي بتدق بقر وتجمعات الإرهاب لكي تخلصنا من كل عنصر تكفيري إرهابي على أرض سيناء في ذات الوقت بترتفع أصوات الأوناش والألات في مشروعات التنمية والتعمير والبيناء في سيناء على نفس الخط عايزة أسأل حضرتك بعد إن شاء الله القضاء على هذا الإرهاب اللي احنا نتمنى أنه هو في القريب العاجل ماذا بعد القضاء على الإرهاب وماذا بعد سيناء 2018؟ تفضل يا دكتور بس أنا عايزة قبل ما أبدأ أجواب على السؤال ده عشان نعرف المؤامرة الكبيرة اللي بتحك بمصر بصفة عامة وبسيناء بصفة خاصة لابد بس ناخد بعض المؤشرات البسيطة كده ما يحدث على أرض سيناء الآن يفوق حرب 73 دي حقيقة حقيقة بكل المعايير يعني وأنا أزعم إن أنا بقالي في سيناء أربعين سنة أكتر من مشروعات اللي أنا عملتها وأكتر من أطنان الأسمنت اللي أنا أنتجتها وأكتر من كل ما فعلته بنيت حجم مشاعر وأحاسيس مع أبناء سيناء تسوي كل ملايين الأطنان اللي أنا أنتجتها وإذي كانت القيمة الحقيقة اللي أنا أوجدتها وكان أفضل ما عشته في سيناء إن أنا درست علم الإنسربولوجي ودرست القبائل والعشاير والعداد والتقاليد والثقافات اللي موجودة في هذه المنطقة وفعلا سيناء غنية بالكالتشر والثقافة بتاعتها عايز أقول لكم يا إخواننا أرجعك وراء شوية لبنجوريون وبنجوريون حد من القيادات الإسرائيلية المهمة ولما بدأت الدولة تتحول من عصابات الهجانة وبدأت تتحول إلى دولة إسرائيل وفي الخمسينات وقف بنجوريون كان بيزور قاعدة أسلحية ضخمة في إسرائيل وقال لهم خلي بالكم أنا مش سعيد أوي بأنكم تبدأوا تفكروا في أسلحة نووية وفي قواعد ساروخية أنا عايز أقول لكم مش هنقدر نقضي على المنطقة دي بهذه الأسلحة مهما عظمت إذا أردنا أن نحن نقضي على الكره العربي اللي حوالينا لابد أن نحاول أن نشتت هذه الأمة إلى شيع متفرقة ونحاول أن نعظم بداخلهم الخلافات العرقية والعصابية شيعا وسنة وجماعات إسلامية سلفية وعلوي ودرزي هنا إسرائيل تعيش في سلام وقال لن نعتمد في هذا على زكاء شعوبنا لكن هنعتمد على غباء الآخرين هذه حقيقة بن جوريون قالها في الخمسينات شارون قبل ما يروح عايزين لازم نقرأ تاريخنا ولازم نعرف العدو بفكر إزاي شارون قبل ما يروح الغيبوبة بتاعته قال لا يمكن أن تكون مشكلة فلسطين هي مشكلة إسرائيل وحدها بل لابد أن يسمع الجميع أن مشكلة فلسطين هي مشكلة الأمة العربية مع إسرائيل فليس من المعقول أن يكون هناك شعب بلا أرض وأراضي شاسعة بلا بشر فلتسمع مصر ولتسمع الأردن ولتسمع سوريا ولتسمع لبنان وكلها دول الجوار القضية على الأرض قضية وحصل اكتياح 2008 وعايزين يحلوا مشكلة فلسطين ولذلك المؤمرة حجمها كبير جداً وهقول لكم على عجلة العناصر اللي موجودة في سينة تحارب على أرض سينة الآن ويواجهها القوات المسلحة برباطة جأش وبعقيدة قتالية سابتة وبأخلاق المقاتل المصري حتى لا يخلط الحابل بالنابل لأبناء سينة هناك قاعدة جاءت في غاملها من الزمن ومين بتوع القاعدة دول دول اللي جون من أفغانستان واللي جهزتهم الأمريكان عشان يطردوا للسلوس من أفغانستان وللأسف موجودين في مناطق بعينها ولعل أهل سينة اللي قاعدين قصادي يعلموا معنى الكلام اللي أنا بقوله ده لأن مش كل ما هو معلوم يقال ولا كل ما هو معلوم يقال جاء أوانه ولا كل ما هو معلوم يقال جاء أوانه وصدف أهله للأسف الشديد أن هناك قواعد ضخمة من القاعدة والقاعدة دات تدريب أمريكاني وهم دول اللي استطاعن هم يطردوا الروس من أفغانستان موجودة الآن على أرض سيناء بأحدث الأجهزة بأحدث المعدات والجيش المصري يواجه هذه القوى القتالية التي لم تكن سهلة إطلاقا ولقد أخذت من بعض الجبال ومن بعض الجيلوجيا في سيناء مواقع ذاتة يعني حصانة عشان يكون أمناء الدواعش ولما كتائب بيت المقدس قدت الخلافة لأبو بكر البغدادي بعت الدواعش إلى سيناء وتمركزه في وسط بعض المناطق وسيناء شاسعة واحد وستين ألف كيلو مساحة كبيرة جدا سهول وتطريس وجبال عملية معقدة وعقضيتين فيه عقضيتين في سيناء عقضية الأرض وعقضية البشر الأرض في سيناء الجيولوجيا فيها عقضية جمدة جدا وعقضية البشر التراكيب الإجتماعية في سيناء مش سهلة قبائل وعواقل وعقلاء وبدو وحضر وناس جاية من هرسك وناس جاية من البوسنة وناس جاية من تركيا لأن سيناء كانت في وقت من الأوقات محفل لكل هذا المؤامرة في سيناء كتائب بيت المقدس كلهم بيفكروا يحلوا برضو أيضا تحت زعم الجهاد وهم الثقر والرغبة في الانتقام ذهبت بعض الجماعات الإسلامية إلى سيناء من أبناء مصر وبدأوا يشكلوا بعض الماليشيات وقاعدوا رطح من الزمان يعملوا بنية أساسية والحاجة اللي أنا أحب أبشركم بيها وأحني رأسي تقديرا وشكرا للعملية بتاعة حق الشهيد اللي قبل كده التي لم تستكمل وده الحقيقة من الحاجات اللي أنا كنت يعني قلق جدا على أن لذي الحملية دي ما استكملتش لكن لما جاءت عملية 2018 استطاعت أن تقضي على 90% من البنية الأساسية لكن هل قضاء على 90% من البنية الأساسية يعني القضاء على الإرهاب تماما؟ لا لسه فيه فلول من الإرهاب لسه فيه قواعد موجودة لسه فيه عمليات جاية القضية في سيناء قضية صعبة لأنها مطمع لحل المشكلة الفلسطينية على أرض سيناء لكن لازم نبقى عارفين برضو الخلفية التاريخية يا أخوانا الشرق الأوسط الجديد هذا ما تكلم عليه كيسينجر سنة 1975 ولسه ما خرجوش من سيناء إسرائيل لسه ما خرجتش من سيناء ولسه ما أجلتش سيناء كان كيسينجر بيتكلم على الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الجديد هو تفتيت هذه المنطقة ووضعها لدولات حتى تستطيع إسرائيل أن تعيش في هذا المنطقة أنا أتمنى إن شاء الله 2018 هذه العملية وهنا لابد أن نسجل معا في هذا المحفل وفي هذا المنبر الذي أعتبره أحد المنابر الثقافية الضخمة الأبرى الأبرى منبر ثقافي عظيم بشكل وجدان أمة بشكل ثقافة شعب الثقافة مش نولج الثقافة ثقافة سمعية وثقافة بصرية ما سمع نغمة تشنل في أزاني دي ثقافة سمعية لما شوف لوحة جميلة دي ثقافة بصرية إذن الثقافة بمعناها الواسع التي تحرك وتشكل وجدان المجتمع جزء أهم محاكم في حركة الأمة وفي نهضة الأمم وهنا لابد أن نعطي رسالة رسالة احترام لجيش المصري صاحب العقيدة الثابتة الجيش المصري من أيام الجيش الملكي اللي ضرب تالي أبيب ثلاث مرات بالطائرات المصرية في سنة 48 معلومات لابد أن نعيد التاريخ ونصح التاريخ لها الجيش الملكي في يوم الأيام الطائران المصري ضرب إسرائيل الجيش المصري صحيح الذي حدث في 67 كان بكل المعايير نكبة ودائماً كنت أقول لزملائي وأنا من أبناء اللي تولدوا مع الثورة وردع مع لبن أمه شعرتها كنت دائماً أقول لهم إحنا الجيل اللي تولد مع الثورة وكاعد يحلم ترفع رأسك يا أخي لقد مضع حدل السعمار أن هذا الجيل كان على موض مع القدر ثم بعد ذلك صحيح على كابوس اسمه 67 لكن لأن الجيش أصيل والإنسان المصري إنسال في عبق وفي جينات حضارة استطاع في 73 أن يعيد المعادلة ويغيرها وكان لا يمكن أن تتغير المعادلة بهذه السرعة استطعت أن تغير وعايز أقول لكم على حاجة الجزء الذي ما زال في التاريخ صائط لحد الوقت حرب الاستنزاف اللي مات فيها رياض رئيس أركان الجيش المصري وغنول ولاد الأرض رياض 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 ما ماتش الحرب أيدة الحرب لسه ما انتهتش الجيل اللي شكل وجدانه عبد الرحمن الأبنودي وصراح جهين اللي شكل وجدانه موكلسوم وعبد الحليم حافظ اللي شكل وجدانه العقاد وطاع حسين اللي شكل وجدانه مفكرين عظام هذا الجيل قادر على أن يعيد صياغة حركة الأمة وأن يستطيع أن يقضي على المؤامرات سواء الشرق الأوسط الجديد أو اللاند سواب تبادل الأراضي ما يحاولوا أن يفعلوه الآن لكن ثم ماذا بعد؟ 2018 تنتهي أنا عايز أقول لكم الحكومات المتعقبة تكبت أخطاء على أرض سيناء في تعمير سيناء ولابد أن نعترف ونتعلم من هذه الأخطاء حد يصدق إخواننا أننا كان مفروض في 2017 يكون فيه مشروع منتهي اسمه المشروع القاومي لتنمية سيناء وفيه خمسة مليون نسمة في أرض سيناء للأسف الشديد عملنا محطة رفع شرق القناة وعملنا محطة دفع غرب القناة وعملنا أربعة تنالس تحت القناة سبعين متر عشان الكونفو يعد وبعد كده عملنا شريط كبير اسمه ترعة السلام مية وتمانين كيلو واربعة وعشرين مأخذ كل ده تكلف مليارات وفي الآخر لا زرعنا ربعمائة ألف فداني ولا أقمنا مجتمعات بين وافد لطموحه أماله ومقيم لعداته وتقاليده عشان ننشئ حضارة على هذه الأرض الطيبة الأرض التي حبت الرمال فيها تساوي عود أخضر في الوادي حياة للأسف الشديد تعقبت حكومات كثيرة أقول لكم على حاجة وأرجو أن أنا ما كنتش بثبت همم لكن أنا لا أحب أن أحفز أمال غير حقيقية في الناس هذه المحطات العملاقة محطات الرفع ومحطات الضخ التي بنيت على أرض سيناء وغرب سيناء وشرق سيناء لتنقل المياه إلى سيناء بيكلها كروجة صدى بيكلها دلوقتي بقلها سنين قاعدة والله العظيم نعدي على المآخذ ونبكي بالدموع كلنا وإحنا بنعدي على المآخذ التي تكلفت مليارات كان مفروض الأرض دي تزرع وكان مفروض الأرض دي تكون فيها تتعمر وكان مفروض يكون فيها الأرض التي لا تشغل بنا تشغل بغيرنا الفاقد والتالف ولذلك الذي ترك رطحا من الزمان دون أن تمتد إليه هذا التعمير لابد أن نعيد صلاحة هذا التالف والفاقد بسرعة أقسم بالله أنني أقول عن صدق لو تصرفت دول غنية بهذا المنطق الذي كنا نتصرف فيه لفطارت ما بالك وإحنا دولة فقيرة من اللي يرد كلها تتصرف ولا نجني ثمارها من الذي فعل هذا من الذي أخطأ هذا الخطأ الجسيم في حق سينة وفي حق الشعب وفي حق المجتمع هذه لابد أن ندرك عبر المواضي ومأسيه حتى نستطيع أن ننطلق ثم بعد ذلك وقبل ذلك لابد أن نقيم خريطة استثمارية واضحة في سينة توضح الميزات النسبية في كل منطقة من المناطق هذه الميزات النسبية للسهول الميزات النسبية للجبال الثروات الطبيعية التحتية خليجاي السويس والعقبة ممر مائي خناة السويس ومحور خناة السويس من أعظم المحاور ومن أكبر المشاريعات الميجا بروجيكت اللي المفروض تكون بعث جديد لإقتصاد مصر كلها إحنا فين من الكلام ده الشعوب التي تضيع الوقت يكون ضيع الوقت سبب فضاحة أنا بقول لكم إن مصر مليانة خيرات والله العظيم سينة تبقى بعث جديد لإقتصاد مصر كله هي ومدن القناة كمنطقة تأثيرية جميلة لها تستطيع ما فيهاش ترقمات الوادي ما فيهاش مشاكله ما فيهاش كسافة سكانية عالية فيها كل الميزات النسبية دي إزاي ندفر الميزات النسبية المكانية سهول ووديان وجبال إزاي ندفرها بالنشاطات القطاعية صناعة وزراعة وتعدين وخدمات وصحة لابد أن يحدث هذا من خلال خريطة السمرية وهنا لابد أن أعلن وبصوت مرتفع للجميع لابد أن نرتبط بمنهج علمي مبني على دراسة وهذا المنهج العلمي لابد 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 أن ينشأ من المراكز البحسية ومراكز العلمية وبعدين ويدفر هذا المنهج العلمي بالممارسة والمعايشة لأن المنهج العلمي أو النظرية من غير تطبيق أداة عاجز وأيضا التطبيق من غير منهج علمي أداء منقوص كيف أن تجمع بين الممارسة العملية والمعايشة وبين المنهج العلمي هو ده المنتج الذي نريده نريد أن نصنحظ الأمة كلها في تعمير أرض سيناء بمجتمع حلمدني ليست قضية الحكومات أن تحدث التنمية لكن قضية الحكومات والقيادات السياسية أن تقود حركة التنمية أما أحداث التنمية مسؤولية مجتمع لكن المهم من هي القيادة ومن هي الحكومة التي تستطيع أن تستنهض هذا المجتمع لكي يحدث هذه التنمية في إطار خريطة برامجية واضحة تحدد الزمان وتحدد المكان تحدد الميزات النسبية تحدد القدرات النفسية لتنطلق بأمة تستطيع أن تعيد سياخة الحركة الحياتية على هذه الأمة مرة أخرى ويكون فعلا سيناء بعث الجديد أنا بقول بعد 2018 لابد أن نضع أيدينا كمجتمع مدني أيدينا كمسؤولين وصلنا قرار أن لا نستطيع أن نضيع وقت معند نشر فاهد زمن يا أخوانا الأرض مطمع لناس كتير جدا وما زلنا نحن سبب القوى الغاشمة التي تحيط بنا دول مخابرات كتيرة بتلعب هناك مش بس دول للأسف معادية ودول صديقة بتلعب هناك لمصالح معلنة ومصالح غير معلنة لابد أن كل هذه الأوراق ما تشوفوا أنا أثق في أن القدر قد ساق لنا قيادة سياسية حكيمة هي قيادة رئيس عفتاح السيسي في هذه المرحلة هذه القيادة بجد استطاعت أنها تعيد ترتيب الأوراق وتعيد حسابات الأولويات ثم بدأت تدخل في عملية جراحية أنا بقول لكم وأهل سيناء عاديم معنا الشيخ عيسى الخرفيني واحد من المناطلين إبراهيم نائب ومثل قبائل إبراهيم رفيع وناس كلها قيادات في سيناء هناك قد إيه عانت شيخ عيسى الخرفيني في يوم كنت بزوره في مستشفى القوات لأنه قوى الغدر كادت تقتله برصاصة لولا أن الله سلم وأنقص حياته حتى يكون بيننا اليوم هذه شيخ حسن خلف اللي كان لسه بتكلم قدام الرئيس بيته تهد وهده غدر الإرهاب إيه ده إحنا عايشين في ظروفة ملابسات صعبة وليست سهلة وللأسف الشعب أحيانا ما بيبقاش داري بحجم المسئولية وحجم المشكلة الحقيقة المشكلة كبيرة وحجم المسئولية كبير في سيناء والقوات المسلحة الآن تحدد أدوار وثم بعد ذلك لابد أن يخرج من بين هذا المجتمع من يناضل ويجاهد لتعمير هذه المنطقة ونحاول بقدر الإمكان أن نشغلها بنا لأن إذا لم تشغل بنا هتشغل بغيرنا أنا أولا بشكركم وعلى حسن الانصاط لكن كان واجبي كرجل عاش رضحا من الزمان أربعين سنة في سيناء عاش مع أهلها وعمل مشروعات الحمد لله كانت ناجحة لكن في الآخر لابد المسألة مش مسألة فردية مسألة استنهاب جماعي لأمة تريد أن تجعل هذا الجزء العزيز على وقدان كل مصري يمثل مصر الحديثة مصر اللي إحنا كلنا نحب نسيبها لأولادنا وأحفادنا شكرا شكرا حسن رجل